اشتركوا في القناة يلا السلام عليكم الحمد لله وكاتو اليوم مع درس الجديد للسنة الثالثة اعدادي درس في مادة الرياضيات اسمه الهندسة الفضائية تمهيد لهذا الدرس نقول أن من نقطتين مختلفتين A و B في الفضاء يمر مستقيم وحيد يرمز له A و B هنا لك نتكلم على المستوى المستوى الهندسة الفضائية يعني كنتكلم على المستوى هنا دائما المستوى يرمز له بمتوازي الأضلاح أو متلت هكذا يسمى مستوى أكثر من تجميع لعدة مستقيمات يعني مستوى الفضاء يعني الفراغ هنا كما قلنا من نقطتين مختلفتين A و B A و B A و B يمر مستقيم وحيد يرمز له ب A و B ومن ثلاث نقطة غير مستقيمية A و B و C يمر مستوى وحيد يرمز له ب A و B يعني على شكل على شكل متلت على شكل متلت إذن نقطتين يمر مستقيم ومن ثلاث نقطة يمر مستوى يعني أول بداية مستوى نقوله متلت يعني المستوى يكون على شكل متلت على شكل مربع على شكل مستطيل على شكل متوازي أضلاح هكذا إذا كان A و B نقطتين مختلفتين من مستوى B يعني A و B تنتمي المستوى B المستوى B هنا على شكل متوازل أضلع فإن جميع النقط المستقيم A و B تنتمي المستوى B إذا كان A و B نقطتين مختلفتين من مستوى B فإن جميع النقط المستقيم A و B تنتمي المستوى B سهل إذا اشترك مستويان P و K في نقطة A فإنهما متقاتعين وفق مستقيم يمر من A هكذا هناك مشيو ملحوظة نقول عن عدة نقطة في الفضاء أنها مستقيمية إذا كانت تنتمي لنفس مستقيم ونقول عن عدة نقطة أنها مستوائية إذا كانت تنتمي لنفس مستوى نقول عن عدة مستقيمات أنها مستوائية إذا كانت ضمن نفس مستوى هكذا هناك مشيو ألا أو سوف نذهب إلى ثانيا تعامض مستقيم ومستوى تعامض مستقيم مع مستوى نحن كنا نعلم تعامض مستقيم مع مستقيم الآن تعامض مستقيم مع مستوى يكون المستقيم D عمودي على المستوى P في نقطة A مستقيم D عمودي على المستقيم على المستوى P في نقطة A إذا كان D عمودي في A على مستقيمين ضمن P في A إذا كان D عمودي في A على مستقيمين ضمن المستوى P في A يعني هذا المستقيم D نقول أنه عمودي على المستوى P إذا كان عمودي على جوش المستقيمات في A في النقطة A دمن المستوى بP يعني شوفوا جوش المستقيمات دمن مستوى بP والD عمودي عليه ما في النقطة A يعني عمودي على التقاطع دينا هكذا هنا غال مشيو أمشيو إذا كان المستوى إذا كان المستوى إذا كان مستويين P و K متوازيين فإن كل مستقيم D عمودي على P يكون عمودي على K هذه الخاصية تكون حتى مثل خاصية التعامد على المستقيمات مستقيمين متوازيين إذا كان عمودي على أحدهما فهو عمودي على الآخر حتى بالنسبة لمستويات يعني أخذنا مستويين مثل أخذنا جزء المتوازيات الأضلاء أو جزء المتلاتات إذا كان مستقيم عمودي على المستوى الأول فهو عمودي على المستوى الثاني أو إذا كان المستقيم AB عمودي على المستوى B إذا كان المستويين P و K متوازيين فإن كل مستقيم D عمودي على P يكون عمودي على K هكذا هالشكل ها هو يعني مستقيم AB عمودي على المستوى P يكون عمودي على المستوى K هنا خاصية دل التوازي هنا خاصية الثانية إذا كان المستقيم AB عمودي على المستوى P في E إذا كان المستقيم AB أنا عفوا أخذته هكذا قلت إذا كان المستوى P و K متوازيين فإن كل مستقيم D عمودي على P يكون عمودي على K إذا كان المستقيم D عمودي على P المستقيم P يوازي K فإن الدي عمودي على P يكون عمودي على K هذا هو الشكل ليس الشكل الثاني هذا هو الشكل هنا الخاصية الخاصية التالية إذا كان المستقيم AB عمودي على المستوى P في E فإن AB عمودي على جميع المستقيمات المتواجدة ضمن المستوى P والمرة من E هكذا إذا أخذينا المستقيم AB عمودي على المستوى P فإنه عمودي على جميع المستقيمات المتقاطعة الموجودة ضمن المستوى P و عمودي عليها في النقطة E يعني كمر من E و عمودي عليها جميع المستقيمات لا معلني هذه المستقيمات في متوازن في متوازن المستطيلات القائم جانبة أو متوازن المستطيلات بيّن أن A-E عمودي على المستوى EFGH A-E عمودي على المستوى EFGH يعني المستقيم A-E عمودي على متوازن الأضلاء EFGH إحنا قلنا في الخاصية إحنا قلنا في الخاصية إذا كان مستقيم عمودي على مستوى فإنه عمودي على جميع المستقيمات الموجودة إذا كان مستقيم عمودي على مستوى فإنه عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن ذلك المستوى ويعمودي عليه في نقطة ما هنا نبين عمودي على المستوى EFGH في E لدينا متوازل مستطلة القائم A, B, C, D, E, F, G, H إذن A, E, G, A, E, H, D A, E, H, D هو متوازل أضلاء جانبه A, E, H, D و A, E, F, B في الجانب الآخر مستطيلين يعني مستطيل لمتوازل أضلاء مستطيلين ومنه A, E عمودي على المستقيم A, E عمودي على المستقيم E, H و E, F في E وبما أن المستقيمين E, H و E, F يقعاني ضمن المستوى E, F, G, H فإن المستقيم A, E عمودي على المستوى E, F, G, H إذن أخذنا دائما نأخذ مستقيم ونبين أنه عمودي على المستقيمين أو أكتر بالأقل مستقيمين ونبين أن هذين المستقيمين يقعاني ضمن المستوى المراد البرهنة على أن المستقيم عمودي عليه نبين أن المتلة ا ا ا ا ا ا او جي قائم الزاوية في او. نعلم ان المستقيم ا ا عمودي على المستوى ا ا ا اف جي ا اش في ا احنا يبينو ان المتللات ا ا ا ا جي. ا ا ا اجي. نعلم أن المستقيم عمودي على هذه خاصية البرهنة أخذناها من أو النتيجة أخذناها من السؤال الأول نعلم أن المستقيم عمودي على مستوى بمعنى مستقيم ضمن ويمر من فإن عمودي على أعمودي على أجي يعني أنه يكون متلت قائم الزاوية هذا استنتاج هكذا نتكلم عن التعامل مستقيم مع مستوى الآن نتكلم عن توازي مستقيم ومستوى نأخذ نفس الخاصية التي نتكلم عن توازي مستقيم ومستقيم إذا كان مستقيمين فإن مستقيم موازي لأحدهما فإنه يوازي الآخر وهكذا المستوى إذا كان مستقيم يوازي مستوى فإنه يوازي مستوى الآخر إذا كان المستقيم دي بريم مستقيم دي بريم في الشكل الجانب يوازي المستقيم دي بريم فإن الدي بريم يوازي المستوى بريم لماذا؟ لماذا؟ لأن الدي بريم موجود ضمن المستوى بريم والدي بريم خارج المستوى بي إذا كان الدي بريم يوازي المستقيم الدي بريم هنا على متين الدي بريم على متين إذا كان الدي بريم يوازي مستقيم الدي بريم موجود داخل المستوى فإن الدي بريم خارج المستوى يوازي المستوى في الفضاء إذا كان مستقيم الدي بريم يوازي المستوى بي فإن كل مستقيم دي ضمن بي يوازي دي بريم يوازي ايضا دي بريم يعني مستقيم خارج مستوى بي مستقيم خارج مستوى بي جميع اذا كان يوازي احد المستقيمات الداخل مستوى بي فانه يوازي جميع المستقيمات الموجودة ضمن المستوى بي والموازية لذلك المستقيم الذي وازه المستقيم خارج بي مثل توازي المستقيمات هنا غنتكلموا على خاصية التكبير والتصغير لتكبير أو تصغير مجسم في الفضاء نضرب أبعاده في عدد حقيقي موجب قطعاك العدد ك يسمى نسبة التكبير أو التصغير يعني لتكبير أو تصغير مجسم في الفضاء نضرب أبعاده أي أضلاعه في عدد حقيقي موجب قطعاك هنا بينا نكبره هنا غامشو المساحة المساحة تضرب في K2 والحجم يضرب في K3 انتباه اذا كان K بين 0 و 1 نحصل على شكل مصغر واذا كان K أكبر من 1 نحصل على شكل مكبر هكذا مثال ليكون V1 حجم جسم A والV هنا اخذنا V2 حجم جسم B اذا كان مجسم A هو اكبر من مجسم B بنسبة 4 يعني A كبر من B فانا V1 على V2 حجم مجسم A على حجم مجسم 2 هو 4 و 3 هذه مجموعة من التمارين هكذا والسلام عليكم وحط الله تعالى وكاته